السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام تحية طيبة لكم جميعاً أينما كنتم ونتكلم في هذه الحلقة وكما وعدناكم عن تأثير المضاعفات على الأمراض المناعية الداتية تأثير المضاعفات على الأشخاص الذين لديهم أمراض مناعية الداتية بجميع أنواعها فمنذ بداية الجائحة كان أول ما تنبه له الباحثون كان أول شيء لاحظه الباحثون في الميدان هو ظهور الأمراض المناعية الداتية بكثرة وبقوة ومن بين هذه الأمراض المناعية الداتية وهي كثيرة فلاحظ الباحثون كذلك أن هناك ثلاث أمراض مناعية داتية كانت تنتشر ظهرت بقوة وبكثرة ولا زالت وهذه الأمراض هي الليبس هذا الدئب الحمامي وكذلك الصدفيات بسور يزيس والتهاب لمفاصل الرماطويدي هذه الأرأي هذه الرماطويذ أرتريتيس وتجدون أبحاث كثيرة منشورة حول هذه الأمراض المناعية الداتية هذه التلات هناك أشياء موثقة هناك منشورات كثيرة منشورات علمية حول هذه الأمراض المناعية الداتية ونحن نقول بأن جميع الأمراض المناعية الداتية ستنتشر بكثرة وستظهر بقوة وبكثرة جميع الأمراض المناعية الداتية فإذا كان شيء يتهدد البشرية في المستقبل إذا كان هناك شيء خطير يتهدد البشرية في المستقبل ستكون الأمراض المناعية الداتية وكذلك الأمراض التي تتعلق بالجهاز العصبي هذا سيكون في المستقبل وقد بدأت هذه الأمراض تنتشر بكثرة فالذين لديهم أمراض منعية ذاتية فيجب أن ينتبهوا جيدا لأن هذه الأمراض تتعلق بنمط العيش هذه الأمراض تنتج عن تعرض الجسم لبعض الأخطار وهي أخطار كثيرة يتعرض الجسم لبعض الأخطار من هذه المركبات الكيموية السامة المواد الكيموية كذلك الأشعة وكذلك جميع الأشياء الأجنبية التي تدخل الجسم إما عبر الفام أو عبر الحقن أو عبر الأنف حتى عبر الحقن جميع الأشياء التي تدخل الجسم فهي ممكن أن تسبب هذه الأمراض المناعية الذاتية والأمراض المناعية الذاتية هي ليست سرطاناتية ليست أمراض جورتومية فهي أمراض تتعلق بمناعة الجسم معنى أن الجسم تصبح له مناعة ضده لأن الجسم له مناعة ضد الجراتم لكن بالنسبة للأمراض المناعية الداتية فهذا الجسم تصبح له مناعة ضده ضد نفسه يعني هذه الخلايا تنتج الأوتوانتيباديز تنتج هذه المضادات الداتية يعني وتوجه ضد الجسم نفسه فعلى الأقل لأن الذين لديهم الأمراض المناعية الداتية أصلا ممنوع لهم جميع المواد المصبرة المصنعة لأن فيها مضافات غذائية وهي متهمة ولأنها تطبخ بزيوت مهدرجة وزيوت مكررة وهي كذلك متهمة ولأن فيها بعض الأشياء يعني ربما تكون مهيئة من مواد خامة مغيرة ويراتية فالذين لديهم أمراض مناعية الداتية ممنوع عليهم جميع المواد المصبرة ونحن نعطي معلومات فقط ولا نلزمكم بهذه الأشياء ولا تبحثوا عن علاجات وعن أذوية في المريخ أو في القمر فقط أن تغيروا أولا نمط العيش وأن تبحثوا عن العلاجات فأن هذه الأمراض ليست جرثومية وليست سرطانة هذه الأمراض تتعلق ببرمجة خلايا الجسم فالخلية فقدت برمجتها وبدأت تنتيج الأوطو أنتيباديس فيجب أن يتجنب جميع هالذين لديهم أمراض مناعية الداتية جميع الأمراض المواد الغدائية المصبرة المصنعة لماذا؟ لأنها طبعاً تحتوي على مركبات كيموية وهي هذه ما نسميهم تريغرز هذه الأشياء التي تشعل هذه الأمراض المناعية الداتية ثم كذلك أن يتجنبوا المواد مغيرة ويراتية إذا أمكن فالتغيير الوراة كذلك متهم ثم أن ينتبه لذين لديهم هذه الأمراض أن ينتبهوا لجميع الأشياء كذلك الأدوية كذلك الكثرة الأدوية والاستعمال الأدوية في غير محلها أو لمدة طاولة أو أشياء هذه فالأمراض المناعية الداتية كما قلت تنتج عن جميع الأشياء التي تدخل الجسم فيعني أن ينتبهوا لأن هذه المضاعفة منذ بداية الجائحة إلى الآن فكثير من الناس الآن الذين هم مشكلة لبيس يعني مشكلة لبيس أصبح ظاهر هذه الدئب الحمامي أصبح ظاهر عند الأطفال وعند النساء وعند جميع الناس وفي هذه الفترة الأخيرة الآن يعني منذ بداية هذا فالآن حدث ولا حرش هناك نسبة كبيرة وكثيرة ثم اختلاط الأمراض الجلدية اختلاط الأمراض الجلدية فهناك على الأقل اثنين من الأمراض المناعية الداتية وهي تصيب الجلد مثل البصوريازيس والليبيس هذه الدئب الحمامي وبصوريازيس فهي تختلط وتتشابه ثم معها الحساسية وربما يكون معها أشياء أخرى أمراض أخرى وهذه أشياء ثم مرض بهجات ثم هذا كذلك الملتيبل سكليروجيس هذا التصلب الويحي هناك نسبة التصلب الويحي بدأت في ارتفاع خطير هذه ظهور يعني هذه التصلب الويحي هذه الملتيبل سكليروجيس هذه بالفرنسية هذه بدأت تنتشر وبدأت ترتفع كذلك فالذين لديهم هذه الأمراض لماذا لأن نحن نتكلم عن المضاعفات الجائحة مضاعفات فأنتم لديكم أمراض منعية ذاتية ثم تزداد عليها هذه المضاعفات فهي تتفاقم بكثرة وتصبح شيئا يعني ربما من قبل كان الناس يحسون بهذه الصدفيات بعد المناطق أو حكة بسيطة لكن الآن أصبحت حكة قوية وهذه الطفائح يعني أصبحت على شكل يعني ليست طفائح يعني بوقع كبيرة جدا وتأخذ الجسم ومناطق في الجسم لم تكن تظهر عليها لا الدئب الحمامي ولا السوريازيس مثلا أسفل الظهر لم يكن تظهر في هذه الأشياء لكن الآن كثير من الناس لديهم في الظهر أسفل الظهر لديهم هذه البقع كبيرة حمراء وكذلك يعني البطن ويعني على الصاقين الصاق والفاخد وكذلك على الدراء وعلى الوجه ويعني حتى في الرأس في الشعر فيعني أولا هذه الأشياء لا بد منها لماذا؟ لأن في المستقبل حتى الذين لازالت لم تظهر عليهم أمراض منعية ذاتية حتى الذين لأن المضاعفات هذه الأشياء التي نتكلم عنها فالذين أخذوا ففي المستقبل ستكون لديهم مشكل أمراض منعية ذاتية فالذين لازالوا لم تظهر عليهم أمراض منعية ذاتية مثل الببيش مثل هذه مرض بهجة أشياء كثيرة الذين لازالوا لم تظهر ربما تكون في طور لازالت لم يحس بها الذين لازالت لم تظهر عليهم هذه الأشياء فلابد كما أقول ذلك لا بد من حصة حجمة لأن حصة حجمة الآن فهي تسوي أشياء كثيرة بالنسبة للدم وبالنسبة للأعظام فهي يعني تحد من انتشار يعني تحد من سرعة انتشار المرض الحجمة تحد من سرعة انتشار المرض لا بد من حصة حجمة وأيذا كانت حصتين يكون أحسن بالنسبة للأشخاص يعني الأعمار ما بين 20 إلى 40 يكون يعني بصحة جيدة ويكون قادر على الحجمة يعني الحجمة لا تضر حتى الذين لديهم 90 سنة لا تضر حجمة لا تضر فالحجمة لا تضر ويعني قطرات من الدم يعني تخرج من الجسم لا تضر الحجمة ليس فيها خطر ولا تضر فحصتين أو ثلاث حصص لملع الذين يقدرون لكن يجب أن يكونوا متباعدين على الأقل بأسبوعين على الأقل بأسبوعين يعني ثلاث أسبوع جيد الآن الفصل بارد يعني حصة واحدة كفى جيد لكن إن شاء الله في شهر أربعة وخمسة وستة وسبعة يعني فلماذا؟ لأن هذه الفترة التي يكتر فيها فممكن تأخذ حصتين وثلاثة لملع يعني الحجمة المثالية تكون في آخر شهر أربعة وبداية شهر خمسة تكون في شهر إبريل وشهر ماي كانت تتزامن في المغرب يعني هذا السكان البوادي في المغرب كانوا توقيت عندهم بالزرعة كانت تتزامن مع حصاد شعير يبدأ الناس يحصدون الشعير هذا هو الوقت المثالي هذا هو الوقت المثالي للحجامة وحصاد الشعير وآخر شهر أربعة يعني كان الناس لا يقرؤون ولكن كان لديهم أشياء يعني سبحان الله يعني الآن تتحدى العلوم فحجامة لابد منها للذين الذين أراد مناعي ذاتها حجامة لابد منها حصتين وثلاثة وليس حصة إذا كان ممكن ثم كذلك يعني هذا التجنب هذه الأشياء التي تكلمنا عنها أن يكون طبخ المنزل بزيت زيتون بأشياء كثيرة فالذين الذين أمراض مناعي ذاتية ألا يكتروا البروتينات الحيوانية لماذا؟ لأن الأوتوانتيباديز هو بروتينا الجسم ينتز بروتينا غريبة هذه الأوتوانتيباديز وهي توجه ضد بروتينات الجسم الأخرى فمن الأحسن أن يخفضوا البروتينات الحيوانية يعني اللحوم والألبان يعني الحالب والألبان ممنوع على الذين الذين أمراض مناعي ذاتي يعني جميع علماء العالم يجمعون على أن الكاسين الحليب والألبان الذين لديهم أمراض الذين بيصحة جيدة ممكن يستهلكوا نحن نتكلم عن الأشخاص الذين لديهم أمراض لا يمكن أن لا نعطينا صحيح الذين لديهم أمراض من عيادتهم ممنوع عليهم الحليب كاسين الحليب الحليب ومشتقة الحليب والأجبال جميع أشياء ممنوع عليهم ثم اللحم السريعة اللحم التي تخضع لتقنيات حديثة وتنتج بسرعة مثل بعد الدواجين اللحم السريعة كذلك ممنوع هذه كثرة هذه البروتينات الحيوانية يعني أن يتجنبوها ما أمكن ثم هذه دائما أركز على الصيام لأن الصيام زائد الحجام مع الرياضة هذه الثلاث عوامل فهي تسوي كثير من الأشياء في الجسم سنتكلم عن الماء كذلك يعني كثير من بدأ يتكلم عن الماء نحن تكلمنا عن الماء يعني في 1998 وتكلمنا عن الماء في 2003 وتكلمنا عن الماء في 2009 يعني تكلمنا عن الماء وكيف يستعمل الماء يعني ثم بدأ الناس يعني اشرب لتر مع الصباح مع صلاة الفجر اشرب لتر مع هدا لتفضلوا عن الناس لماذا؟ لماذا؟ لماذا يغيرون هذه المعلومات؟ لماذا؟ ما والله مع الأسفة أنا لم أتكلم عن شرب البصل هناك من يشرب بصل أخطر الأشياء هي أنك تشرب بصل على معدة فارغة فإنك تهلك نفسك يعني ما شاء الله لماذا يغير الناس هذه المعلومات؟ فالذين لديم أمراض منعي ذاتية زائد المضاعفات الأشياء التي أخذوها مع هذه الجائحة لأننا أصبحنا نتكلم في عهد جديد جميع النصائح التي أعطيناها قبل هذه الجائحة يجب أن نعيدها الآن مع هذه الجائحة لأننا أصبحنا نعيش عصر جديد وحياة جديدة وعهد جديد ومعطايا جديدة ويعني ظروف جديدة وشروط جديدة وكل شيء جديد أصبحنا نعيش يعني بعيدين عن الحياة ربما بعد النصائح التي أعطيناها من قبل يجب أن نعيدها بطريقة أخرى في هذا العصر ولا بد فهذه الذين أنا قلت إذا كان هناك شيء سيتهدد البشر في المستقبل ستكون الأمراض المناعية الداتية زائد الأمراض الجديدة التي ستظهر ثم الأمراض التي تتعلق بالجهاز العصبي كذلك الجهاز العصبي ستكون مشاكل كثيرة يعني مثل الزايمين مثل باركينس مثل كذلك الميتيبر سكليروزيس هذا يعني هذه التصلب اللوحي ويعني مراض الجهاز العصبي وبيرمار أمراض كثيرة يعني ستظهر في المستقبل للجهاز العصبي وبدأ الناس الآن في نيسيان وفي أشياء كثيرة الآن وارتيجال وارتيباك بدأت كثير من الأشياء الآن تظهر على الناس فربما تكون أمراض مناعية داتية جديدة لا زالت لم تشخص لكن هذه المعلومات هي كافية وصالحة لجميع الأمراض المناعية الداتية فقط أن يقدر الناس على هذه الأشياء لماذا؟ لأن مع الأسف الشديد ومعلوماتي لجميع الناس وأنا أتكلم أسلوب بسيط وأحاول أن أتكلم عربية يفهمها جميع الإخوة الناطق هنا باللغة العربية الذي يقدر عليه الناس وما أنهم يأخذوا موعد ويذهبون مع السابع صباحا بدون طعام فطور ويقومون بالسكان وبالبيتسكان وبالإيكوغرافية وبالماموغرافية ويزورون الطبيق والمستشفيات والعيادات ويشترون دواء ويخضعون لعملية جراحية هذه الأشياء يقدرون عليها وربما يكون لديهم كذلك المال هذه الأشياء لكن الأشياء التي لا يقدرون عليها هي أن يغيرون مطعيشهم فانظروا الإنسان ولذلك عليهم نحن لدينا نفس أمارة بالسوء مع الأسف الشديد لدينا نفس أمارة بالسوء ولذلك يجب دائما الإنسان دائما ميال لهذه الأشياء التي تهلكه لإنسان دائما ميال للمهلكات دائما فيعني أن يقدر الناس على هذه الأشياء لأن هناك لا زال لا يريد أن يقتنع بأن هذه الأشياء ممكن أن تريح الذين لديهم أمراض مناعي ذاتي وهناك من استفاد من هذه المعلومات فالذين آمنوا بهذا الحديث وصبروا لأن يجب أن يكون وقت طويل وليس العلاج في ثلاث أيام هناك أشخاص الذين تصلوا باللوحي سيب الآن وهم يعني يحسونها بتحس كبير والحمد لله لماذا؟ لأن الذين لديهم تصلوا باللوحي فأنتم تعلمون جيدا فماذا يعمل لهم الطب يعني لما تكون نوبة أو يصلنا إلى حالة فينقلون إلى المستشفى الآن تلفرون ثم يبقى في المستشفى حتى يسترجع صحتها يعني تحت مراقبة ثم يعود للمنزل ثم يعني ربما نوبة في السنة أو مرتين في السنة أو ثلاث مرت في السنة ثم إلى متى والذين يفقدون الحركة يصبحون غير قادرين على الوقوف والذين يرى غير قادرين على المشي وشياء كثيرة فهناك كثير من الناس تفادوا من المعلومات إذا كان الناس يبحثون عن حل بأنفسهم إذا كان الناس ينتظرون أشياء جاهزة عشبة يشربونها فلقد لازلت أكرر فقد انتهى هذا العصر لأنك تأكل يعني مئة سم في اليوم وتبحث عن عشبة وعالجك فأظن حان الوقت لكي تفهم ثم مع هذا النظام الطبيعي وتجنب المواد المصنعة التي تكلمنا عنها وكذلك القيام بحجامة والصيام والرياضة فلا بد من المكملات وهناك مكملات تساعد الأشخاص الذين لديهم أمراض مناعية ذاتية تساعدهم كثيرا وهذه المكملات لا بد منها هذه أشياء لا بد منها وهي البروبوليس وروية الجلي هي أكبر النحل وغذاء الملكات بروبوليس وروية الجلي يعني لا بد من الاثنين بالنسبة للأشخاص الذين هم أمراض مناعية ذاتية وكذلك يعني تأثير المضاعفات لأن هناك الأمراض المناعية الذاتية ثم المضاعفات الآن مضاعفات الجائحة ومضاعفات الأشياء الأخرى فلا بد من البروبوليس لا بد من غذاء الملكات واتركوكم من كثرة الأعشاب وأنا أخذت حب سوداء وأنا أخذت قصة هندي وأنا أخذت عسل مع الصباح تركوكم من هذه الأشياء هذه الأشياء ليست قوية ونحن نعيش في عصر يعني يجب أن تنتبه جيدا نحن نمشي يعني على الحبل فلا تضيعوا الوقت ليس هناك أقوى من البروبوليس في الطبيعة لا يوجد لا قصة هندي ولا مريق ولا جميع الأشياء التي تجدونها العكبر بروبوليس لا بد منه وكذلك رواية الجلي لا بد منها الاثنين الذين لديهم أمراض مناعي ذاتية لا بد من البروبايوتيك يعني هذه صشي أو كابسولات أو شي لا بد من البروبايوتيك يعني بروبايوتيك بروبوليس غداء الملكات نظام طبيعي ريا داحجة نصيام تجنب المواد المصنعة كذلك البروتينات الحيوانية اللحوم بجميع أنواعها فيما في ذلك الدواجين ممكن استهلاك سمك ممكن استهلاك اللحوم بقر مرة في الأسبوع مرة في الشهر تكون مطهية مع الخضر وبزيت الزيتون ومطهية في المنزل يعني ممكن لكن إذا تجنبها الناس يكون أحسن هذه فأظن أن هذه المعلومات كافية بالنسبة لذين الذين أمراض مناعي ذاتية وأن لا يبقوا يبحثوا يمين وشمال ويسألون أنا لدي حمامي أنا لدي اللي بيس أنا لدي هذه الغدة الدرقية هاشموتو أنا لدي القرون أنا لدي هذه الأشياء هذه المعلومات كافية لجميع الأمراض المناعي الداتية فقط يعني أن يأخذ الناس هذه المعلومات لا بأس أن يأخذ الشخص ورقة وقلم ثم يسجل هذه المعلومات ثم يعني يأخذ وقته ويهيئ هذه الأشياء ثم إن شاء الله خير أن ينظم الناس أنفسهم لأن حان الوقت يعني كي يبدأ الناس ينظمون حياتهم من جديد لأننا أصبحنا نعيش في عهد جديد ولا زال الناس يعني نيام لا زال النوم لا زال السباة لا زال الناس لا يريدون أن يفهموا بأننا يعني انتقلنا إلى عصر آخر تاهية طيبة لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته